السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امبرح نعملنا حلقتين واحدة منهم كان عن استمرار اسبوع التهريج وكلمة لطرق السعيد وكلمة الخالد الغندور وطعليق حول صاحب تركيا للشيخ قضايا وحلقة كمان اتكلمنا فيها عن تصريحات يوسف الشريف وطعليقنا على تصريحات يوسف الشريف احب أقولكم ان بإذن الله الحلقتين دول هايبوا اخر حلقتين مطلوبش من حضراتكم يشترك في القناة او تفعيل زر الجرس او اللايك من دلوقتي كل فيديو هعمله حطب منكم في اول فيديو واخر الفيديو انك تعمل سبس كراب بالقناة تفعيل زر الجرس تعمل لايك تحط تعليقك تعليق على الكلام اللي احنا بنقوله من باب المشاركة وكمان تشير وجيب صحابك وحبيبك والمتابعين عايزة جماعة متابعة اكتر من كده بلعلي واحب أقول لكل اهلاوي وكل اهلاوي يعني بصولي بعين الاهلاوي لجواكم يعني معايا نبتدي بقى في المواضيع بتاع النهار فيه مواضيع كتير فيه اخبار تطلق ببداية الدورة العام ويقال ان شاء الله يوم سبعة اغسطس النادي الاهلي هيفتتح الدورة بمباراة طبعا النهاردة اعلن امير توفيق مدير تعقودات ان النادي الاهلي جدد لفيرر موسم واحد طبعا الجمهوري القاعد على السوشيال ميديا متضايق من ان التجديد حصل لموسم واحد فيه ناس على السوشيال ميديا بتتكلم بشكل عقلاني بتقول ان مفيش مدرب بيقعد غصب عنه المدربين غير اللي عايبين ممكن تجدد مع مدرب 3 سنين ويمشي في قسطوب ممكن انت اللي تمشيه وممكن هو اللي يمشي ففكرة ان التعاقد لموسم واحد لا يعني ان فيغر قاعد لموسم واحد اه اتصور ان الامور خاضعة لحسابات مستقبلية جوزيه كان زمان بيجدد موسم في موسم واحنا في مصر بنحب نجدد موسم في موسم اه في رحلته الاولينية ما يكونش لاداء على نفس المستوى في رحلته التانية ولا انا في منول جوزيه اه يعني القصوى وازين الدين زيدان طبعا في ناحية الايجابية طبعا معلال مدريد ولا انا ايضا في اه 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 كبرال القصوى في الناحية السلبية الكبرال الاوليني كان غير كبرال البتالي بس مش زمو يعني لكن بعض الناس في جمهور الاهلي مش عارف يتحس ان هما بيحبوا يعني يضايقوا روحهم مفيش داعي يا جماعة للديق فايلر جدد موسم واحد كويس جدا هو معاك لمدة موسم ولكن انا اللي مستغرب له شوية عملية الخفة اللي طالعة من صفحات المختلط وصفحات نادا واخواتها انا مش معطرد على الخفة يعني مش معطرد على الظرافة اللي هما فيها سواء قبل التجديد او بعد التجديد كل واحد من حقه يستخف دمه بالطريقة اللي يتعجبه لكن انا لدي تعليق على حاجة واحدة ازا مالك لأول مرة من زمان قوي يجدد المدرب الاسوأ من الموضوع في الموضوع ده ان كارترون مجددش كارترون مدد ده معناه ان كارترون اخر واخر موبره في الموسم السنية بعد كده الله يعلم فكارترون يا بشوات مدد ما جددش عشان بس نبقى عارفين القصة راحة فين وجاي منين زي ما بيحبوا يقولوا بعض الناس على السوشال ميديا كارترون مدد مش جدد لكن فيلر جدد ما مددش والتمديد طبعا سببه ان العقود بتنتهي في نهاية شهر ستة طبعا الموسم ممتد بسبب جائحة الكورونا فكارترون كان ممكن يسيب الزمالك من غير ما يكمل مع الموسم ولكن شفاقة بنادي الزمالك كارترون كمل رغم انه كان متفق مع وكيل اعماله على الانتقال لدي تاني طبعا الكلام ده كله على عقدة وكيل اعمال بتاع كابتان كارترون ده بالنسبة للدولي وبالنسبة لكارترون وبالنسبة لفني الحاجة اللي انا بقى ايه عايزكم تستنوها اليوم النهاردة ان شاء الله ممكن تكون حصلة واحنا بنتكلم دلوقتي ان الرئيس حنفي عادة اليكم من جديد الرئيس حنفي دلوقتي بدأ ينشر الجالته على السوشال ميديا هم هم نفس الناس اللي كانوا بيتكلموا على عدم اللعب بسبب جائحة الكورونا دلوقتي بيطلبوا ان لعادت زي ماك ينزلوا التمرين النهاري بقى بكرة عندك الوداد نزل عندك الرجاء نزل عندك الاهل نزل كله بيتمرن دلوقتي وكله مستعد لكن فقط نادي رئيس حنفي هو الوحيد اللي لسه منزلش التمرين طبعا واضح انه هو بصدد رجوع في كلامه والكلام دلوقتي على ان نادي الزمالك بدأ يلم اليعيبة وبدأ يعمل تنويه عن المفقودين في التلفزيونات كلها وبينادوا عادت الزمالك كله يجي من مصيف كله يجي من مباريات الخماسي كله يجي من الافراح علشان هنعمل لكم مسحة عشان تبتدوا تنزلوا التمرين ونلحق الوقت اللي انتو ضيعتوه في الفترة اللي فاتت لكن انا بحب اطمن جمهور نادي الزمالك ان ما تلاقوش عادت الزمالك بتطمرن في ملعب الخماسي خلال الفترة اللي فاتت اكيد هتقوموا لقاقين ورد جدا ان هم هياخدوا بطولة افريقيا لان مباريات بطولة افريقيا بقى بضربات الجزاء وبعض الناس بتقول ان كل يوم كارترون هيعمل فقرة من مدة ثلاث ساعات على تمرين ضربات الجزاء وبقية التمرين هيبقى بس جري كده وقتلات طول مشاكل فاتطمنوا اما بالنسبة لبطولة افريقيا بقى بطولة افريقيا فالكلام بتطلع في الاول ان الاهلي هيجعب الوداد والزمالك هجعب الرجاء في الكاميرون مباراة واحدة وبعدين النهائي برضو هيجعب في الكاميرون بعد كده الكاف اعلن ان الكلام ده مش دقيق مش هيحصل او ببعنا ادقى احنا لسه ما قررناش المعاد ولسه ما قررناش المكان وما قررناش الزمان لكن المعلومة المهمة ان بطولة امم افريقيا تم تأجيلها لسنة 2022 وانتخابات الكافة تبقى في مارس القادم من غير جايزة احسن لعب في افريقيا الجايزة هدريب السنة دي وفقا للاخبار الواردة الينا من المواقع النهاردة الله واعلم هل يجان الشركات الرعية للاتحاد الافريقي هل الناس اللي بتصرف على الاتحاد الافريقي هل هتوفق الحاجز كده ولا لا ممكن في اخر رحظة كل ده يتمسح باستيكا ونرجع من اول وجديد ونعمل حفلة اختيار افضل اعب في افريقيا اللي هي برضو هتبقى مبيير محمد صلاح ساديو ماني بير امريكا امامياني مفيش غيره طيب دي بالنسبة لاخبار الواردة الينا من من احاد الافريقي واكتمال الاتحاد الافريقي والاخبار الواردة الينا من الدولي طمنوا تماما رئيس حنف يرجع في كلامه واضح ان ده هيحصل طبعا النهاردة الناس بتترقب عودة خلد الغندور بسوبه الجديد زي ما برضو جمهور الاهي بتترقب عودة صلح جمعه لتدريبات انا عن نفسي بقولكو ان ما تتعشموش في ان خلد الغندور يغير من جلده ولا تتعشموه في ان صلح الجمعه هيغير من طبعه اتوقع ان خلد الغندور هيواصل التدريس هيواصل الكسب يعني ده كيف يا جماعة هيواصل التدريس وهيواصل الكسب وهيواصل التعدي على الدادي الاهي وهيواصل التعدي على تاريخ الدادي الاهي بكل مقلوتها من قوة كما هي عدته كما ان برضو اتوقع ان صلح جمعه برضو مش هيتغير هيتمرن شوية يومين كويسين او تلت ايام كويسين وبعدين يرجع تاني للوضع القديم وطبعا الوضع القديم لو هو رجاله هيبقى بلا رجعة لان فايلر ما اعتقدش ان هو ابل عودته للتدريبات بالسهل وما اتوقعش ان فايلر ممكن يقبل عودته للطبع ده برضو بالسهل وان ابل فهو مش هيقبل عودته للتدريبات تاني فانا مش متفائل بين نسبة للشخصيتين يا الخلد غندور ولا الصلح جمعه واتمنى برضو من ربنا ان الخايب تظنى في الشخصيتين يعني ما يبقواش عند سوق ظنى يبقى عند حصن ظن الناس بهم ولكن اااااااااا ممكن اقولكوا بمتال امانة ان انا املي في ان صلح جمعه يتعدل اقل من املي في ان ام خلد غندور يعدل مواقفه برضو من ضمن الحاجات اللي النهاردة يعني الكرة العالمية مستنينة مباراة ببرشيونة وقتتكو مدريد اتوقع ان برشيونة هيزعل النهاردة هيزعل وهيزعل للناس عشان كده ناوي مزعلش وهتفرج على مباراة ناشاسترونية دوبريتون هفالبيون وهسمع نتائجة الشوط الاول يعني هعرفها كده تشاشر من بعيد عشان هي مش طالبة زعل من برشيونة ومن قدارة ببرشيونة العمالية تاخد قرارات غليلبة جدا ملهاش مبرر ومش مفهومة يعني اعتقد ان لو السوشيال ميديا الاهلاوية بتشجع ببرشيونة كان ممكن الادارة اللي موجودة في ببرشيونة دلوقتي كانت مشت من زمانة يعني بامانة القرارات اللي بتتاخد في ببرشيونة كلها قرارات برا العقل والمنطق ومش مفهومة ومش مبررة والنادي بيسقط كراويا واضح يعني ان احنا بعد ميسي هيبقى فيه رجوع كبيرة الوراء مهما جماعة اللي عجبوا الفيديو واللي ما عجبوش الفيديو بس اهلاوي يعني من باب انو يراديني ياريتي يعمل سبسكرايب ياريتي يعمل الفعل زر الجرس ياريتي يعمل غايف وبرضوا امش عجبك الفيديو وإmediato ولا يهم ده رأيك واذا تقول لي رأيك في الكومنت عالفيديو ياريك برضو لو تكرام تاخد يافة في الفيديوهات القديمة هتعي حاجات كويسة بس شكرا سلام عليكم